قاد أحد أبرز التشكيلات العسكرية الثورية رصد نظام الأسد مكافأة بقيمة 200 ألف دولار لمن يعتقله أو يقتله حفر قبره بنفسه وأوصى أن يدفن فيه الشهيد الراحل عبد القادر الصالح ماذا تعرف عنه؟ ولد الصالح أو ما يعرف بلقب حج مارع في مدينة مارع شمالية حلب عام 1979 كان من أوائل المشاركين في المظاهرات السلمية ضد الأسد قبل أن ينخرط في الحراك المسلح لمواجهة آلة النظام القمعية وفي سبيل ذلك باع كثيرا من أملاكه لشراء السلاح بدأ الصالح عمله العسكري بتشكيل مجموعة عسكرية محلية ثم كتيبة قبل أن يتربع على عرش لواء التوحيد كقائد لعملياته العسكرية فشارك وقاد الراحل عشرات المعارك أبرزها معارك السيطرة على مدن إعزاز وجرابلوس والراعي بريف حلب الشمالي وهو أول من دخل مدينة حلب على رأس الآلاف من مقاتل لواء التوحيد ليلمع نجمه في معارك أحياء صلاح الدين والصاخور وسيف الدولة إضافة إلى أحياء الشعار والنيرب والصالحين وهنانو ومدرسة المشات وغيرها كما وشارك الصالح في معارك عدة خارج مدينة حلب كمعركتين مدينة لقصير بريف حمص وقادمون يا حمى أكثر من عامين ونصف أنضاه الصالح ما بين السلمية والحراك المسلح تمكن خلالها من دخول تاريخ الثورة من أوسع أبوابه بعد أن ارتقى شهيدا في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني عام الفين وثلاثة عشر جراء استهداف النظام اجتماعا للواء التوحيد في مدرسة المشات بمدينة حلب ليتم تشيعه ودفنه في قبر حفره بنفسه وأوصى أن يدفن فيه في مسقط رأسه بمدينة مارع تاركا خلفه مسيرة مشرفة في الثورة ضد الأسد واسما خالدا في ذاكرة السوريين وأنت ما الذي تعرفه عن الشهيد حج مارع